اللي بيتكلم عنه هذا المزيع البريطاني ده برنامج في بريطانيا هو بينتقد للأسف محطة أو قناة ديزني مناصة ديزني مناصة ديزني دي اللي انت بتسيب ابنك أو بنتك بتفرجوا عليها بكل اطمئنان لانك عارف ان ده كارتون يعني انت هتخاف عليه من الكارتون في ايه فشوف الزكاء بتاحهم هم بيحاولوا يخترقوا عقول الاطفال بهذا السم المتسوس اللي انا ورهولكو لا مش دي اللي هو كانت واقفة على الباب اللي واقف على الباب اه اه ابو شانب ابو شانب ابو شانب ما فون هو راجل يعني هاتلي ابو شانب بقى بص يا جماعة البرينسس سندريلا شوفتوا برينسس سندريلا جايبينها ازاي في العصر اللي احنا فيه وبتقولوا سو كيوت ايه يا ماما كيوت ايه يا ماما ده بشانب ده بشانب يعني يعني البرينسس سندريلا دلوقتي بقت بشانب يعني يعني هو راجل مستقنس يعني هو مش راجل طيب يعني وبيدلعوه بيقولوا سو كيوت يعني يعني شانب بينوا الاطفال احنا دايما نقول لهم سو كيوت فهما بقى جايبين البرينسس عملينها بشانب وراجل طبعا شاز موقفينه على على ديزني على باب ديزني بيقابل الاطفال هذا النموذج الفاشل المدمر واقف على باب ديزني بيستقبل الاطفال ما خليين هذا الشاز واقف كأنه برينسس وبيقولوا له سو كيوت وايه بيستقبل الاطفال علشان يدخلوا في مخ الاطفال انه ما انا هدخلك ازاي انا لو طفل عايزة يسكت او عايزة ان انا انه يبقى لطيف وحلو واسكته هعمل ايه هتديله مصاصة هتديله بمبوني فحشغلوا ديزني كارتون فهم بيدسوا السم في العسل ادي سندريلا واللي واقف على الباب البرينسس هي هاف مستاش اللي هو يعني بيقول الموزيع بينتقد انه بشنب بشنب يخرنج يوقفين خرنج على الباب يستقبل الاطفال بصوا يا جمال مياعة بصوا بصوا المياعة انا مش يعني ايه ده ده ايه هنخلص خلصنا هذا الفيديو هذا الموزيع بيتكلم على انه ضد ده يعني واحد منهم وعليهم يعني جوه المجتمع بتاحهم فيه مقسام فيه ناس عندها برضو مبادئ واحترام فهم بينتقدوا ازاي انه ده يحصل على منصة ديزني خلاص طيب ادي ده واحد نزلوا لي الفيديو اللي بعده فليكس وليقيت انهم جايوين هذه على اساس انها مسلمة ومتزوجة حبيبتها تمام في امريكا طبعا حبيبتها ان قتلت فاتهموا هذه طبعا هذه مسلمة من مسلمين الروهنغا شوفوا كيف جايبين الحبكة وطبعا هيئة المحلفين والدعالة متهموا هذه المسلمة بانها قتلت حبيبتها فجت حبيبتها هنا وهي ما تتكلم مع المحامية قالت لها على القرآن يعني كيف تتسم بالعسل لهذه الدرجة وتجيب انها مسلمة من مضطهدين الروهنغا طبعا هذه الامور تمر على اطفالنا بشكل يومي وللأسف انا شوف امهات واباء يعني انا كبيرة ممكن اني انا عندي الحصانة الفكرية اللي تحميني من مثل هذه الافكار ولكن طفل بتمر عليه هذه الفكرة بكل سهولة وبالعكس بيشوف انه يا الله كيوت اثرت في حبيبتها يا اباء امهات انت به بصوا جماعة اوجع فيديو بحياتي انا شفته هو هذا الفيديو لانه في قمة وكم استهانة بالمرأة المسلمة العربية مش طبيعية مطلعين على منصة نتفليكس فيلم فيه وحدة طبعا هي دي مش لوحدة مسلمة ولا حاجة مجابين ممثلة طيب ملبسينها حجاب ومطلعين انها على علاقة بصاحبتها ما هم شواز ومتجوزين هم الاتنين فصاحبتها ماتت ان شاء الله تموت حقيقي يا رب هي والممثلة بإذن الله نطلع كده دفنتهم فجايبينها تقول انه انا صاحبتي ما قتلتش ما قتلتهاش انا ايه كان بتقول ايه يا اسماعيل انا بحبها اه واقسمت على المصحف شوفوا يا جماعة يعني الاستهانة بموضوع المصحف وصل لحد فين بدأ بداية من حرق المصحف الى استخدامه في تلك القزارة ها وتلك الدعم والانتشار اللي عايزين يعملوه للمثلية والشزوز بانه عايزين يقولوا للمسلمين العرب انه فيه واحدة محجبة رمز للإسلام والدين انها اتجوزت واحدة كاتكل ارف كاتكل ارف ده نتفليكس يا جماعة دي منصة يعني كلها كده ملزقة بمعاصي وارف عليهم يعني انا انا زعلانة وغيرانة على ديني ورمز الاسلام انه استغلوا الحجاب في الدعاية لمثل هذه القزارة الخطورة هنا بقى انه نتفليكس دي موجودة في بيوت كتير جدا عندنا يعني عايزين يدخلوا في عقول الشباب الصغير انه الشزوز ده حاجة عادية حتى المرأة مسلمة وبتحلف على المصحف مصحف ايه يا ماما اللي انتو جايبينه في ديز في نتفليكس ازاي يا جماعة هو الناس دي مفيش رد عليهم يعني الوطن العربي كله انتو قاعدين متكتفين سكتين على اللي بيحصل فيكم وفي اولادكم ليه ليه مفيش تحرك لهذه المنصات الشزة المدمرة لعقول شبابنا وبناتنا لازم يبقى فيه حملة مقطعة لنيتفليكس وديزني لانه الموضوع يا جماعة مش موضوع حريات ولا موضوع فيلم ده منهج ومخطط لنشر الفساد في الوطن العربي موسيقى موسيقى